مش بقول لحضراتكم يعني فنان مختلف خجول سلطان الطرب يعني لو لاحظتم حضراتكم في البادي لانجوتش كده وكده فبيبقى هو خجول بطبعه بهاء سلطان برغم تمكنه وانه بيبقى على المسرح وحش في الطرب وكل الاجيال بقى بتسمع بهاء سلطان بيغني غنى نظيف بيغني في الصيف الاغاني الصيف لسه فيه طبعا اغنية مشهورة اخيرا والاغنية اللي ختم بيها كمان اللقاء مع زميلة هديرة بوزيد لقاء في الحقيقة انا بحب اشوف جدا بهاء سلطان واكيد حضراتكم كلكم بتحبوا تشوفوه مجهود رائع عملته زميلة هديرة بوزيد في الحصول على اللقاء ده وغيره من اللقاءات التانية بصراحة ما يقدرش يعمل اللقاءات دي غير حد متمكن جدا زي زميلة هديرة بوزيد بنشكرها طبعا وبنتكلم شوية بقى عن مهرجان العالمين الحفلة بتاعة كارول الفنانة كارول سماحة والفنان بهاء سلطان اللي كانت موجودا بارح اللي ملحش طبعا يكون في العالمين ويشوفها ان شاء الله منها مقررت تعرض اليوم 19 على قناة ON على حسب المعلومات اللي عندي لحد دلوقتي وده في إطار القرار الأخير اللي اتاخد من فترة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن الجمهور في البيوت يشارك الناس اللي في العالمين الحفلات دي مبارح دامسي زاعة حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت اللي كل برضو الأجيال بتحب تسمع المزيكة من الفنان عمر خيرت المهرجان بيأكد نجاحه يوم بعد يوم فيه أنشطة كتير أنشطة رياضية كرة شاطئية البدل كل الأنشطة اللي ممكن تتخيلها موجودة في العالمين في إطار المهرجان في نسخته الأولى واللي المفروض أنه مستمر لحد 26 أغسطس الشهر ده وإحنا كالعادة مستمرين في متابعيته كل يوم مع حضراتكم لنعرض كل يوم الجديد فيه سواء لقاءات مع مطربين مميزين من مصر ومن الوطن العربي انفراضات حصرية دايما بتبقى من القناة الأولى وبرنامج التاسعة تحديدا